بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين برحمتك أرحم الراحمين نمضي وإياكم في سلسلة أسوة حسنة سوف أحدثكم عن إمام من أئمة المسلمين حقيقة أن في أسماء ما نعرفها أو يعني الأغلب ما يعرفها إلا إذا كان إنسان مطلع وعنده ثقافة من أشهر أئمة المسلمين في العصر أو في القرن السادس والسابع الهجري هو الإمام الذهبي سمعني بالإمام الذهبي؟ ومن لا يعرف الإمام الذهبي رضي الله عنه وأرضاه اسمه شمس الدين الذهبي وهذا الرجل له من اسمه نصيب لأنه دهب بالفعل دهب يعني شمس في اسمه وشمس في عطائه وذهب في اسمه كان والده يعمل في الذهب يسمونه الدهب الفرط هذا المبروش الناعم كانوا بأيام زمان يعرفوا يشتغلوا الذهب إلا شو إلا إلا الناس عم تشتغل بالبطاطا كانوا يشتغلوا بالدهب فكان والده يعمل بالذهب فنسبة لعمل والده وعمل مع والده فصار يلقب بالذهبي مثل الكنى هنا في الشام يقولوا هذا النجار وهذا الفوال وهذا الصباغ وهذا الحداد وهذا الذهبي اسمه شمس الدين الذهبي رضي الله عنه وأرضاه أبو عبد الله ابن عثمان قال الفارقي فارقي أي من مكان من أسرة تركمانية من مدينة اسمها ديار بكر هذه في جنوب تركيا وفي شمال سوريا الفارقي الشافعي الدمشقي شافعي المذهب رضي الله عنه وأرضاه ولد في دمشق تعرفوا وين كان ساكن نشأ وترعرع وألف أشهر كتبه في منطقة اسمها كفربطنة في الغوطة سبحان الله هذه الشام يعني حوت الأفذاذ الناس العمالقة كانت الشام مكان العلم وما زالت وستبقى كانت وما زالت وستبقى ولد بتركيا جابوا أبوه لوين للشام حتى يتعلم لذلك أنا نصيحتي اسمعوا هاي لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور فأيام واحد بيقول لك بيت كبير وبدو يروح وسع على حالي وبعيد بعيد عن المساجد وبعيد عن المدارس وبعيد عن العلم استفدت أنه وسعت بيتك لكن ضيقت عليك في العلم وفي المعرفة لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور روح ببعيد أرنب عيد وذول اللي بعدوا على أوروبا وهي بعت عن العلم لا جامع لا مدرسة آثرت الدنيا على الآخرة رضي الله عنه وأرضاه كيكون شغلي بس عن علمه قديش كان كبير اللي شرح صحيح البخاري اسمه ابن حجر العسقلاني إن شاء الله نحن يوم الثلاثاء الثلاثاء سوف نشرع في صحيح البخاري على الفجر ثلاثة وأربعة وخميس حتى ينين نتمهم إن شاء الله بجوز بده أربعة سنين خمس سنين ما نعرف لأنه رياض الصالحين أنا درسته خمسة عشر سنة إن شاء الله الله عز وجل بعيننا وهذا يعني شيء من الاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أبن حجر العسقلاني شي يوم خصص لكون قديش كان رجل عالم وكان في زمانه راح الحج يشرب من ماء زمزم تعرفوا على أي نية على نية أن يؤتيه الله عقلا وفطنة وذكاء كذكاء الإمام الذهبي يا رب ميت زمزم أنه عطيني مخ وعقل مثل هذا الرجل طبعا يدعو له هذا حسد غبطة ابن حجر العسقلاني شو معنات الإمام الذهبي الإمام الذهبي حتى تعرفوا شو العنوان تبعه هذا رجل متعدد المواهب أنا ما بنأي لكم شخص إلا يعني أسوة حسنة أنا بيجي أخيك يعني بفكر حاله عم يدرس هندسة يعني بفكر أنه يعني طرز الفن أو يدرس حقوق أو يدرس طب تعنى شوف شو درسه الإمام الذهبي أول واحدة كان علم في القراءات العشر إمام وقته في القراءات وإمام وقته في الحديث في الحديث يعني في تصنيف الرجال شوفوا علم الجرح والتعديل يعد يضبط الأمور ما وصلتنا الأحاديث بهذه الثقة إلا لما عكف أمثال هؤلاء الذهبي وغيره هل أنت عم تقرأ القراءات وكذا وهي مين يجهز لك يا عبد هذا الرجل سبحان الله الأيام تجي بتشوف أنت كتاب كبير مثلا عشرين مجلد طمانطعشر مجلد تجي بتشوف مختصر هذا الرجل فتح الله عليه بأنه اختصر الكتب هلأ بجيب لكم الكتب اللي اختصرها اختصرها بدون أن يضر ما فيها اختصرها وأضاف إليها بعقله وفكره ومعرفته عطاك يعني بسموها هذه بسموها الأساتسة بالجامعة بيأتي كتاب مثلا لكي خمسمائة صفحة بيأتي شو بيعطيك الخلاصة هو هذا رضي الله عنه في ناس كانوا بارعين ويكتبوا وكذا وهي شاف أنه الناس مخرج أنه تقرأ كل هالمجلدات هلأ نحن منساوي الدرس ما بتلاقي إلا على صفحة الجامع شو نزيل مختصر الدرس مختصر الخطبة وهذا يحتاج إلى عقل واحد أنه مثلا هلأ مثلا بيصير مؤتمر دولي آخر شي بيطلعه ببنود بنهاية المؤتمر هي شو معناته الخلاصة هذا مين هلأ بيجيبوا قانونيين وبيجيبوا ناس واختصين في اللغة العربية حتى يصيغوا وناس لا يرتبوا الأفكار بيعود ألف زلم ليصيغ هذا القرار هذا كلهم مين يشتغلوا الإيمام الذهبي رضي الله عنه وأرضاه هذا الرجل وقف حياته كلها لله عاش حوالي 72 سنة كان عمره 18 سنة شرع في التأليف لكن قبل من قال لم يترك بلدا من البلاد التي حوله إلا وذهب إليها رعى على حلب أعد فيها ولقي علماءها ثم ذهب إلى مصر وقرأ على علمائها شوف من في عالم يقرأ يعيد القراءات يقرأ عليه ذهب إلى طرابلوس وذهب إلى نابلوس وذهب إلى القدس هذه البلاد القريبة كان يلتقي بأكابر علمائها بذلك إلا الواحد إذا كان أعد ببلد لم ينفي من أهل العلم يروح على بلد بقول لك شو في يون سيرين شو في مطاعم شو في أسواق قال له شو في علماء حتى ألتقي بهم حتى أسمع عنهم هذا الإمام الذهب رضي الله عنه وأرضاه قال وذهب إلى حمص وإلى حماء وإلى الرملة وإلى نابلوس وذهب إلى إلى مصر وسمع عن أشياخها هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه اختصر كما قلت لكم كتب نسمعوا عنها هلا كتاب أصد الغابة في معرفة الصحابة لابن أثير اختصره الإمام الذهبي لازم يكون عنكم في البيت كتب للإمام الذهبي افتحه على الانترنيت كتب الإمام الذهبي بتلاقي كلامه والله الله وكي لكم يا أخوانا الكرام كلامه مثل كلام الأنبياء كلامه مثل كلام الأنبياء ما شاء الله آتاه الله عقل وبلاغة وحصافة تاع قاعدين عم نقرأ لناس ليس لهم وزن في التاريخ اقرأ للإمام الذهبي اقرأ للدهب بتصير دهب إذا بتقعد أسبوع بتقرأ للإمام الذهبي بتغير عقلك بتغير فكرك والله بتتغير روحك من وين من جوا قال اختصر أزد الغابة في معرفة الصحابة بيحكي لك عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أشهر الصحابة تقرأ عنهم المختصر وين أزد الغابة في معرفة الصحابة المختصر لإبن للإمام الذهبي والمستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم للإمام الحاكم نحن عليه تاريخ دمشق لإبن عساكر طيب هذا الرجل جزء من عمله هو الاختصار وتهذيب الكتب هذا ما يستطيعها إلا إيش إلا من أوتي عقلاً وفكراً وعلماً غزيرة أما هو ألف ألف في التاريخ تاريخ الله قال قل سيروا في الأرض فانظروا كل إنسان يقرأ التاريخ يدرك الحقيقة يدرك ما يجري الآن عود أرى مثلاً أنت مثلاً تاريخ الدولة العباسية والأموية وقرأ شو صار نحن قديش لما حكمنا الأندلس 800 سنة تعرف أن الحياة كلها حروب وكلها فتن ومحاً للعلماء وكيف سافروا وليه اللي هذب لك ياه وعطاك المختصر المختصر شو هو الإمام الذهبي والله كتر خيره والله كتر خيره يا أخوانا الكرام هذا الرجل يعني له خمسين كتاب إذا بتقرأ وعشر كتب يكفي يقول عنه تاج الدين السبكي شو تاجه تاج الدين السبكي هذا جايك إن شاء الله يقول عنه للإمام الذهبي تاج الدين السبكي هذا إمام وقته وفريد عصره يقول عن الإمام الذهبي شو قال عنه مثلا طالب نجيب هذا تصنيفه هو يعني مثل ما بيقوله فوق قال عنه شيخنا وأستاذنا الإمام الحافظ محدث محدث العصر قال اجتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ قال بزمانه للشيخ تاج شو كان في أربعة المزي والبرزلي والذهبي يعني الإمام الذهبي والشيخ الإمام والوالد الذي هو التقي الدين السبكي ابن لمين لتاج الدين رضي الله عنه وأرضاه يقول عنه الإمام السيوطي الإمام الحافظ محدث العصري أنت إيش بالعصر صلاة العصر ما بتجي عليها بإيش بالعصر يقول لك أنا أكتر واحد برفع أثقال في أخ من إخواننا ما عرفه أنه ما هو صغير كل مرة بيقول لي استاذ صرت ارفع مئة وثمانين تقول له تدير بارك على ظهرك بالعصر شو قدمت شو قدمنا يا أخوان الكرام والله إذا وقفنا بين إيدين الله شو ننو عمرنا ثلاث بنايات شو صار عنا ثلاث سيارات هاي كلها ما بتنفع بدي شيء ينفع حفظت القرآن أقرأت القرآن علمت العلم يا أخوان الكرام العلم هو زكاة الإنسان تعلم لتعلم هذا الجيل اللي عم يطلع بده إيش بده معلمين الإمام الحافظ محدث العصر رضي الله عنه وأرضاه قال عنه الإمام الشوكاني قال رحل الناس إلى الإمام الذهبي هل في ناس برحلوا عنك وفي ناس يرحلون إليك في ناس يقول لك والله جاي من مكان بعيد والله يحكى لي أحد الأخوه الكرام اللي أنا عم سكر الباب بعد العشة ما شفت إلا إمرأة أتت أتلب دفوت صلي ركعتين قال يا أختي والله سكرنا قالت له الله وفا أنا جاي من ألمانيا ألا من ألمانيا بدك تصلي قالت له مو جاي صلي العشة جاي صلي ركعتين شكر لله تعالى إن ردني الله إلى دمشق لأتين إلى مسجد لا لباشا أنا ربيت هون بالجامعة من عندك من بيروت لهون على باب الجامعة في ناس يرحلون إلى العلم وفي ناس يرحلون عن العلم لو نحن نعرف قدر العلم وأنه هي روضة من الرياضة الجنة اللي قاعدين فيها كان لازم يكون الجامع في خمسة آلاف زلم إلا لكن يعني اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرّ إلينا الكفر والفسوخ والعصيان أشهر كتاب ألفه ما اختصره ألفه هو اسمه تاريخ الإسلام كتاب في مجلدات يتحدث فيها عن تاريخ الإسلام